اعلن صندوق العمل تمكين مؤخرا انتهاء فترة التسجيل في برنامج دعم استمرارية الأعمال وذلك ضمن المرحلة الثانية من التسجيل في هذا البرنامج حيث يأتي انطلاق هذا البرنامج وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا والحرص على تقديم الدعم من أجل استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة واستجابة لهذه التوجيهات تم إعادة توجيه برامج تمكين وتخصيص ميزانية قدرها 40 مليون دينار بحريني لبرنامج دعم استمرارية الأعمال للمساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم منح مالية لدعم جزء من النفقات التشغيلية للمؤسسات المتأثرة في ظل الأوضاع الراهنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة